فإحنا عندنا دلوقتي خلاصة الحلقة الهامة دي إيه هو العلم وإيه هو الكتاب المقدس عرفنا العلم بإنه نوعين في العلم التشغيلي اللي هو العلم اللي بنعمله في المعمل ده كلنا متفقين عليه ومفيش أي خلاف وده يتم لإن فيه الله خالق هو اللي أعطى القوانين ووظفتنا إن إحنا نعرف القوانين دي من خلال التجارب فيه بقى العلم التاني اللي هو علم الأصول أو العلم التاريخي دي أحداث حصلت في الماضي مقدرش أكررها في الحاضر وبحاول أستنتج هي تعملت إزاي فيه نقطتين للبداية نقطة بداية الحادية بتقول المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة بتفسر كل شيء هي البداية الدنيوية الدنيوية ودي أثبتنا إنها لا يمكن تفسر الحياة لا الخليقة ولا الإنسان ولا الكون لكن في الكتاب أقول فيه كانت الحياة بالتأكيد يعني فيه مصدر بالزبط وقال الله ليكن نور بالتأكيد لازم يكون فيه مصدر للحياة عشان يكون فيه حياة فعلشان ده يكون وأنه خارج خارج المادة خارج المادة وخارج نطاق الزمن بالزبط كده عشان كده قلنا الله سرمدي وأعلن في كتابه المقدس التطبيق العملي بقى يا أسيس نزار على الكلام ده لو آدم في ماضية لو آدم خلق على سورة الله فالله هو اللي بيحط القوانين زي ما إحنا شايفين على السورة لو آدم خلق من الله فالله هو اللي بيحط القوانين وزي يعيش والأسف كلنا كسرنا قوانين الله عشان كده احتاجنا للفداء في يسوع المسيح لو الإرد هو اللي في ماضية لو أنا جاي من الجد التخيولي الأعظم ده اللي فرع تفرع للأرود والنسانيس وفرع تفرع للإنسان محدش بيحط القوانين فأنا لو تصرفت زي الإرد ما تزعلوش مني لأنه ده أهلي كده تمام فليها تطبيق بيكون عذر للإجرام بالزبط كده ما يبقاش فيه والعشوائية بالتأكيد علشان كده الموضوع مهم جدا يا أسيس نزار فإذن الله يعني إحنا بنتكلم على إله زكي بالزبط وعطانا الزكاء والمعرفة يعني بحط فينا من صفاته اشتركوا في القناة